اشتركوا اشتركوا في القناة فاليوم احسن مجربة البنات وبخصوص علاج جنميع المشاكل الموجودة سوسوا على الوجه سوسوا على العنيق ديالك الوجيه ديالك الوي دي سرجيلات المناطق الحساسة فاشت نقول المناطق الحساسة كنقول تحت البيطان كنقول بالفخدين كنقول الكوعين كنقول المرفيقين يعني دي باقتي اللي فيهم قولية كتير فبتالي ماشي من السهل ان شي وصفة تكون فعلا عندها مصدقية وعندها فعالية وعندها تأثير كبير او لدور مهم باش تزوليك هدوك المشاكل فالحمد لله هدو الوصفة تبتات الفعالية ديالها مؤخرا في هدو الفترة الاخيرة والله ما بقيت كان حييدها يوميا ضروري ما نديرها علاش لانو انا شخصيا كان عاني شوية من الهلة السوداء كان عاني شوية من انتفاخ العين من اللفاتيك ديال العين ولكن مثلا نقولو احنا يا يعني العياء ديال العين العين كتعيه شوية بتالي حتى تحت العين كتحسي به بحلى يعني دبلان بحلى عيانة بحلى يعني كين شوية ديال ديال مجهود اللي كتعملوا العين فبتالي كنحسو بيحنا يا فكان بقاوشي وصفة اللي زوينا هدو لاغو سلسرها حتل تحت العينين يعني ممكن تديرها تحت العينين ماشي بشرط غير العينين وصافي المهم تمنتنا لإعجاب ديالكم تمنتنا لردات ديالكم واهم حاجة عندي البنات اللله يعطيكم صحة والله يسر عليكم هو تجربتكم الوصفة رمتيهم مش تفرجوا في الفيديو كتر ماتهم تمشي وتجربوا لانو لا تفرجتي في الفيديو رمغة تستفديدتاشي حاجة خصك تفرجي بلوس او لزائد تمشي تجربي عاد من بعد ترجعين ديالفيديو تخليلي في تعليقات كم كو أنا كي جربت يا لاغوزيت وهالغوزلتها ولا هالنتائج اللي لقيت عليها فانتمنا البنات تعملوا بدش اللي كان قوليكم والله القسم اللي كان بغي لكم مغير مصلحتكم كان بإمكاني يقول لكم تفرجوا صافي ولكن للبنات نبغي لكم مصلحتكم كتر ما نبغي مصلحتي آن فالبنات تفرجوا باش تستفدو في أي حاجة مش يغفى في هاد الفيديو ولف هاد لاغوزيت في أي وصفة البنات وحبيباتي قبل ما نمشو وندخلوا في ديتيال ديال لاغوزيت والتفاصيل كاملة فالله يسترع لكم الله يسجم لكم الساعد حبيباتي ما تنسوناش من اللي لايك ديالكم والله العظيم إلا أنا محتاجة لدوك اللي لايك اللي كيزيدوا يشجعوني يزيدوا خلوني نتحفز يزيدوا خلوني نخدم ونبدع ونقلب ونعمل وحد ده الدور كما كنقوله كبير بزاف ونقلب على الجديد ونقلب لكم على الهميزات زويني فالله يعطيكم السحة الله يرضع لكم الله يسجم لكم الساعد ما تنسوناش من اللي لايك والله القسم لبنات يلا محتاجة لهم كذلك البنات سدعي واسد ديالكم تعليقات زويني لكمونتغ ديالكم الفنين في حالكم فما تنسوناش من اللي لايك بلوس تعليقات رحمة الوليدي لكلمة طيبة دعاء مهم كل شي لبنات مرحبار ما كان مسحتاش كومنتغ بلوس لبنات اللي مازالين جداد اولا لأول مرة كيكتشفوا ماشان فما ينسوش يبدون تحت ويشتركوا السيوغ ماشان ويفعلوا زيال الجرس لكي تتوصلوا بكل ما هو جديد يلاه معي على بركة الله نمشي واشن تعرفوا بالنسبة لدليل البرهان في بداية الفيديو رديمت نخلي لكم الغزلتة المهم بالنسبة لبنات المكونات عندنا الخيار الخيار هانتوما عندي هنسحب الخيار عندي هذا الربح هذا اقطعتما لانه عندي درجة الخيار حجمه كبير فبالتالي نقطعه هانتوما بالنسبة الخيار خطير لتفتيح لتبيض وكذلك لعلاج الهيلات السوداء وكذلك ترتاح ووحد الراحة مناعوش لكم عليها يا البناس رأى الغزالة والمتسبعة اللي داجم جرب الخيار عدة مرات يعني يوميا ماشي غم مره 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 فارغا يعرفوني عليش كنتكلم البنات اللي كيدروه غم مره 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 فانبغاين نغسان فورصة نقول لكم فادل مين مره 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 لانه كل فوائد كل مزايد ارتغي مره 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 يوميا وردع لي الخبار الى عندك الهيلات السوداء افضل في ثلاث يام سوف يمشي زائد انه يعالج تجاعد وفتح وكي نعم لا بو عليك تحسب البرودة ولا في الاحلام بالنسبة لبنات الثاني مكوين عندي هنا ضوف بحكم انا كان عشق الصراحة هذا السابون فقلت بوكوبا لا تحتاجه مع البنات هاوية يحتاج منه كمية وكذلك حبيباتي هذا البنات ديال الحليب انا نوريكم هذا الزرق هذا يجي ديال الحليب عندي اوسي البنات هذا ديال الخيار يعني الخيار مع الخيار الوين دياله يجي هكذا يفحد لفغ بارد كي حمق وعندي اوسي البنات هذا السابون هذا ديال ضوف لون البنك هانتوما البنات كي حمق هاكده كي يجي اللوين دياله شوفو كي يهب لبنات المهم هدو هما ثلاثة ديال اللي عندي انا ديال الصابون وورا ديال الرمان كين ديال الخوخو كين ديال 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 الله غاديتلقاوهم في اللح التي يجري بسفة عامة ولكن انا اليوم غنديل معكم هذا ديال الحليب خصوصا البنات اللي عندي باقتيانتي وورا ديال الحليب بالنسبة المكونات التنوية ستحتاجون معي الروز باودر ان الروزره مكوين لا تختانيش ديما عندي ديما كانت استخدموه ديما سنقول لكم بزوين وفعال وغير ديروه على الضمانة لدينا يعني الروزره ما خصوش يخته اي بيت اي بيت ما خصوش يخته الروز فقدرت الروز السابون والخيار الخيار بلوس البنات السابون بلوس الاروز باودر كذلك البنات يعني هذا كمكوين تنوي كذلك البنات ستحتاجون معنا ان شاء الله الى الحليب باودر او الحليب مجفف لكي يمشي ما كي يجي مع الكحولية ومع التو يعني كي يوحد اللون هنا البنات عندي حليب مجفف كامل دسم عندي هذا النيدو ديما كان باختاجه معكم ديما تنقول لكم سوبر البنات سيحمق يعني انا كنا اخذ هذه الساعة او سبعة ديالدراهم راكدون معي مدة طويلة في الغوثات او في الوصفات الطبيعية كذلك يا حبيباتي ستحتاجون معي المدية الورد اللي يزيد يساهم انه ينقص لنا ملهيلات السوداء ويخفف التجاعد ودقريعة هذه البنات كديرت لسة ديالدراهم هذا ماء ورد بوسان قلعة مقونة صالح للتجميل وحمراء العين والحمى والتجاعد هذا غزال كيهبلته فقلنا البنات الخيار قلنا السابون قلنا الحليب باودر قلنا الروز باودر وقلنا الماء ديال الورد يعني هاد المكونات خاطيرين يا البنات غدي نزيد معكم اخر حاجة غيب نسبة للبنات اللي كيبغون نسمع اما لما بغتيش نسمع ممكن ما تدريش هاد المنتوج هاد اللي غنبغتاجه معاك والي هو الطلق ديال الوليدة صغار هنا البنات درس هاد النوعية هاده هاد اللي بيبكي هادو رويها كتهبل و اه النسمة ديالو زائد التفتيح لكيعتي اللابو خيالي يا البنات هادو هم المقادير كاملة ولكن اول حاجة غنبدا بيهم طبيعة الحال هي انا نخصني نحك الخيار يعني نخصني هنا يلما ديال الخيار فغادي نحك الخيار هنا جبت لبنات حكا كرقيقة وغادي نحك واحد شوية ما غنحكش بزاف ولكن تيا عندك الاوكوردية الكامل في اللي طاشر تحكي كمية كافية ديال الخيار ها انتم البنات شوفوا ما شاء الله بقي الله حكيتو المبدأ كي هوض يعني عندي خيار لي هو ما نشوف شراكين بعض الانواع ديال الخيار للأسف البنات ناشف يعني وخدت اخدوه وحاولوا تأكدوه انه الخيار يكون ميه هم زيان على الحق ديالو من الاحسن دابا البنات غادي نصفوا هاد الكمية ديال الخيار هنا هنتم البنات هيا عندي ذا جزليفة ديالي غادي ناخدو كمية ديال الخيار ممكن تخدمي بها كداية بالشوائب ديالو ولكن انا ما بغيتش يعني من الاحسن اه تديري هاني هكداية غايل ما ديالو غايل ما ديال الخيار ناطور المية في المية ما بغينا اسزيط الخيار لواجد السوق ولا لا بناس بغينا عسار ديال الخيار هو هادا شوفوا لكلور ديالو الريحة ما نعودش لكم كاتحة حمق البنات وكتب بل يعني النسمة ديالو فنة فنة دابل البنات هاد الكمية ديال الخيار غادي نزيدو ها كمية ديال الروز هاد الوصفرة همو عجيزة هاد الوصفرة همو عجيزة البنات نتمنى غير تحيدو العقز اديروها وتردو علي فالتعليقات مياه ديال الخيار والذيك المياه ديال الخيار والذيك المياه ما شاء الله اللي هي خطيرة في علاج الهيلات السوداء وفي علاج التجاعد نزيدو عليها ديال الكمية ديال الروز وغادي نزيدوها مع علقة ديال الحليب باودر وللحيب المجفف نزيدو شوية ديال الورد باشا كده تجمع لنا غوثات مزيان وغادي نزيدو الحليب باودر شكرا نضيف كمية من الصابون نضيف كمية من الصابون نضيف كمية من الصابون نضيف كمية الماء نضيف كمية الماء كيف يصبح القوام ثم يصبح جهاز للإستخدام هذه هي طريقة البنت خاصة لأنه بثاف المتسبعات يقولون لا تقول لنا الطريقة الخاصة في الصابون نريد أن نفهمهم جيد طريقة الصابون هي هذه لأنه باش نحكوا صراحة ما كيعطينيش الفعالية كما كيعطيها لي هذا إلى دسمنوخة غم عالقة صغيرة بحال عادي ولا أقل منها يعني كتكون واحد الغزيولة أكثر من العادي لكشعلش ناك ندير الصابون اللي كيكون كريمي يعني ماشي صابون عادي فالبنس هدا هو شكيل ديالا غوسيت وهدا هو اللوين ديالا كده فلوفيغ بارد ما زالا ضفتي كمية ديالا عاصر ديال خيار كتر يعني اللوين ديالا كيفليك خضر كتر أما هدا البنات جاف واحد اللو فيغة اللي هو بارد الموين البنات هدا هو القاومة الوصفة ما نعودش لكم على ريحة وعلى برودة وعلى برودة وعلى انتعاش كنشموه والله القسم ديالا كنشموه ما شاء الله فإن فات بديت خلطي فارغات بديت شمي ريحت الخيار ممكن ما قلنا الخيار كله منافع غير اللي ما بغاتش تهلاف راسها غير في البيت وغير في المنزل وغير بسفر درهم بلا ما تخسر بتشي ريال بلا ما تفشي الصالونات لما تنفق الحمد لله حتى شي درهم لانو كن بعد المتسبعات تقول لك هاد الفلوس هادي بيتمشي نقدي بها بزاف الحاجات بيتمفرش بها داري بغيت بزاف ديال امور طبي الحال حنايا ما محتاجينش ننفقوا فلوس باش نبانوا زوينين وذا باش نبشوا الصالونات هما اللي غايزينونا لا زينوا راسنا براسنا والحمد لله دلاغوستيت ما كان شي وحده اللي بقتها جيتها معها وقالت لي يا راه ما اعجبتنيش حمد لله ينفقين بقتها جيتها مع شي وحده قد قوليها بعدها غير من السمية وغير من المكوينات بين العربون بلا ما تدرينها ليش حاجة اخرى فذك شي اللي قلت عليها راه قليل في حقها والله القسم لبنات إلا حاجة وحده بعد ما غتجربوه انتم مالي غتتكلموه لها وانتم مالي عندكم الحق تدروا عليها في خانت التعليقات للبنات انتم مرحبا بجميع لي كومنتي اغنى ما كان لبسحته شي تعليق ما تنسوناش باللي لايك الاشتراك ديلكم بسيو ماشين تفعلكم زجال الجرس وقروبي زيوليكم وانطلق معكم في فيديوهات مقبلة الى اللاقتين اشتراك